بسم الله الرحمن الرحيم تجربتنا اليوم البندول الزبركي الحالة الديناميكية أو الحالة المتحركة الغرض أو البربوس to measuring the period of the oscillation as a function of suspended mass وبالتالي إيجاد قيمة أو measured or determined the first constant or spring constant الغرض هو إيجاد العلاقة بين الزمن الدوري للزبزبة ومقدار الكتل المعلقة لإيجاد قيمة ثابت الزنبرك أو ثابت الشد الزنبرك الأدوات اللي معنا spring with supporting stand standard mass or standard width with hunger stopwatch spring typically is a cylindrical shape with any number of progressive coil or closed coil هو عبارة عن الحلقات الشكل الاستواني وعبارة عن حلقات حلزونية متراصة متولية تمثل الشكل الاستواني هذا عند تعليق أثقال أو عند تعليق كتل في نهاية الزنبرك المعلق رأسيا فإنه يحدث استطالة وبعمل shift أو بعمل إزاحة لأسفل لهذا الجسم لهذه الأسقال وتركها أو released لهذه الكتل فإنها تعمل حركة توفقية بسيطة symbol harmonic motion أو يؤدي ذلك إلى زبزبة الكتل حول موضع الاتزان تتزبزب الكتل حول موضع الاتزان أعلى وأسفل موضع الاتزان above and down the equilibrium position هذه الحركة هي حركة توفقية بسيطة نلاحظ في هذه الحلقة الحركة الحركة توفقية بسيطة أن restoring force أو القوى المرجع يكون تجاهها دائما عكس تجاه shift أو عكس تجاه displacement عكس تجاه displacement يبقى إذن إذا كنت تجاهل الاتزان ويوجد هناك رسالة هذه رسالة رسالة تجاهل الاتزان always towards the equilibrium position أي أن restoring force تعمل دائما على سحب الجسم أو سحب الكتلة دائما باتجاه وضع الاتزان دائما باتجاه وضع الاتزان ومن خلال قانون هوك الذي ينص على the restoring force the restoring acting on a spring is proportional to the negative of the displacement x of the spring أي أن f strong تتناسب تناسبا طرديا مع x ولكن بإشارة معاكسة أي أن the strong force تساوي سالب k x حيث الك اللي هو spring constant والإشارة السالبة indicates that the strong force is opposite in direction to the displacement أي أن the strong force دائما إتجاهها هو عكس إتجاه the displacement x يبقى إذن the strong force تساوي سالب k x ومن قانون نيوتن الثاني ومن قانون نيوتن الثاني نجد أن الف حيث أن الجسم في حالة حركة فإنه يمكن تطبيق قانون نيوتن الثاني الف تساوي M في A يبقى إذن M A تساوي سالب k في X يمكن كتابة هذه العلاقة على الصورة M A زائد k x تساوي صفر أي أن محصلة القوة تساوي الصفر وحيث أن A اللي هي التسارع أو acceleration هي second derivative أو التفاضل الثاني أو الاشتراق الثاني للx اللي هو الإزاحة يبقى إذن D تربيع X على D تربيع في M زائد زائد الكي X تساوي صفر بالقسمة على M بقسمة كل الطرفان على M نحصل على العلاقة بقم ثلاثة اللي هي D تربيع X على D تربيع زائد الكي على M في ال X تساوي صفر العلاقة تمام العلاقة أو المعدلة رقم ثلاثة تمثل علاقة جسم يتحرك بحركة التوفيقية بسيطة هذه الحلقة الحركة التوفيقية البسيطة لها معادلة معادلة عامة أو تأخذ الصورة العامة D تربيع X على D تربيع زائد أميجا تربيع X تساوي صفر بمقارنة المعادلة ثلاثة والمعادلة أربعة comparing 3 equation 3 and equation 4 we find الأميجا تربيع تساوي الكي على M إذن الأميجا تربيع تساوي كي على M ولكن الأميجا تربيع وهي عبارة عن الأنجلر velocity أو الأنجلر frequency اللي هو التردد الزاوي أو السرعة الزاوية تساوي أيضا أو ترتبط بعلاقة مع الزمن الدوري T بالعلاقة أميجا تساوي 2π على T يبقى إذن الكي على M يساوي 2π على T ومن هذه العلاقة نجد أن T تربيع تساوي 4π تربيع M على K المعادلة الخامسة سنستخدمها لحساب مخضار الكي وذلك بأخذ العلاقة بين مربع البردك أو T تربيع مع M اللي هي الماسز نحصل على علاقة خط مستقيم هذا الخط المستقيم له ميل slope بيساوي 4π تربيع على الكي ومنها يمكن حساب قيمة الكي حيث الكي تساوي 4π تربيع على مقدار السلوب اللي هينتج معنا من الخط المستقيم الخطوات أو البروسيدور نعلق كتلة مناسبة في نهاية الزنبرج المعلق رأسيا ثم نقوم بسحب هذه الكتلة الأسفل بمقدار ضئيل مقدار يعني شفت لهذه الكتلة ثم نتركها لكي تتأرجح حول موضع الاتزان ثم نقوم بحساب زمن عشر زبزبات يجب أن تكون الحركة التوفقية في بلين واحد في مستوى واحد نقوم بحساب زمن عشر زبزبات متولية أو متتالية لهذه الاهتزاز صف واحد نين تلاتة اربعة خنسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر نسجل النتيجة في جدول الكتلة المعلقة هي تمانين جرام أي تمانية من مية من الكيلو جرام زمن عشر زبزبات يساوي خمسة بوينت ستة سبعة بالقسمة على عشرة للحصول على مقدار الزفزب الوحدة أو مقدار الزمن زمن الدورة الوحدة أو الزمن الدوي تي كابتال يبقسم تي عشرة لزمن عشر زبزبات على عشرة للحصول على تي كابتال أو الزمن الدوري لها سبعة ستة خمسة يمكن تقريبها نكرر الخطوة السابقة مع زيادة الأسقال ومنسمى حساب الزمن الدوري وذلك بحساب زمن عشر زبزبات وبالقسمة على عشرة كما فعلنا في الخطوة السابقة صف واحد وين تلاتة وربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر نلاحظ زيادة الزمن الدوري وزمن العشر زبزبات مع زيادة الكتل الكتل تساوي ميت درام تساوي واحد من عشرة من الكيلو وزمن عشر زبزبات يساوي ستة بوينت تلاتة أربعة وبالتالي زمن العشر زبزبات زمن الزبزبة الواحدة يساوي مقدار تي عشرة على عشرة أي بقسمة بالقسمة على عشرة تساوي ستة تلاتة أربعة نكرر الخطوة السابقة الخطواتين السابقتين على الأقل خمس مرات مع زيادة الكتل في كل مرة ونكمل الجدول بعد استكمال الجدول نستخدم الرسم باني ورقة الرسم باني لرسم العلاقة بين تي تربيع على محور على محور وي وم ونستخدم مقياس رسم مناسب لمحور وي ومحور اكس نرسم العلاقة الآن بين ام على محور الاكس وتي تربيع على محور الواي النقطة الأولى يمثلها الأحداثي تمانية من مية واثنين وثلاثين من مية اثنين وثلاثين من مية على محور وي واتمانية من مية على محور الاكس النقطة الثانية اربعة من مية على محور واي وخمسة وواحد من عشر على محور الاكس نقص السالسة ناشر من مية على محور واي على محور الاكس وخمسة من مية على محور نكمل رسم باقي النقاط او توقيع باقي النقاط على ورقة الرسم الباني بعد رسم او توقيع كل النقاط نحاول ايجاد الخط المستقيم او ايجاد افضل رسم للخط المستقيم بحيث يمر على كل النقاط او يمر في معظم النقاط او بين النقاط المسافة المتوسطة بين النقاط ثم نحسب ميل الخط المستقيم ولكن نختار اي نقطين من الخط المستقيم ونحسب الميل ونحسب قيمة الميل من خلال اسقاط من خلال النقطتين من خلال اسقاط من النقطة الاولى على محور واي والنقطة الثانية على محور واي ومن النقطة الثانية على محور اكس والنقطة الاولى على محور اكس ونوجد قيمة دلتا واي على دلتا اكس لنوجد قيمة الميل حيث الميل يساوي ستة من مية ستة من عشرة ناقص اتنين من عشرة على خمستاشر من مية ناقص أربعة من مية يبقى إذن الميل يساوي أربعة من عشرة على خمستاشر خمستاشر من مية ناقص أربعة من مية تساوي 11 من مية بقسمة أربعة من عشرة على 11 من مية تساوي يبقى إذن الميل يساوي ثلاثة وستة من مية ثلاثة وستة من عشرة يبقى وبما أن السلوب يساوي أربعة باي تربية على الكي يبقى إذن الكي يساوي أربعة باي تربية على سلوب دور بيساوي أربعة في ثلاثة بوينت 14 تربية على ثلاثة بوينت ستة ومنها نحصل قيمة الكي الذي يقاس بواحدة النيوتن على متر شكرا شكرا